اهلا بحضراتكم عدنا بعد الفاصل انبارح تابعته حضراتكم يوم 27 مارس كان القاء المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء بيان الحكومة او برنامج الحكومة امام مجلس النواب والحقيقة كانت ردود الافعال متبينة جدا حوالين بيان الحكومة في بعض الاحزاب وبعض الكتر البرلمانية قالت انها استمعت الى اشياء مطمئنة في هذا البرلمان طبعا مش بالشكل الكافي او بالشكل المقنع لكن وجدوا وده وفقا لكلامهم يعني وجدوا ارضية مناسبة يمكن البناء عليها وفي المقابل سمعنا بعض التعليقات من بعض النواب المستقلين اللي قالوا انه لا الحقيقة بيان الحكومة كان بيان ضعيف وانهم لم يستمعوا الى ما يسرهم او الى ما يستطيعون ان يجدوا في ارضية مناسبة للبناء عليه ما بين هذا وذاك المواطن يبقى دايما في حيرة وعايز يعرف ماذا تخطط الحكومة لانه في النهاية بيان الحكومة اللي قالقته امام مجلس النواب هي في الحقيقة الامر بترقيه امام ممثلي الشعب اي امام الشعب فالشعب عايز يعرف هل الحكومة بالوعود والمحاور اللي قالها المهند الشريف اسماعيل والبرامج والخطط هل ده حيصب في النهاية في مصلحتهم وبعدين المواطن تظل لديه مجموعة من علامات الاستفهام حوالين اشياء محددة زي الوضع الاقتصادي زي موضوع قانون الخدمة المدنية اللي حيهم حوالي ستة ونصة وسبعة مليون موظف واشياء كثيرة اعتقد اعتقد ان احنا ممكن نجد لها اجابات وافية ومقنعة من معالي الوزير الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري اللي بينضم اليه الان بالاخبار الصناعية بالصوت والصورة بعد تحياتي ومساء خير معالي الوزير سهل نوري اسستامر اهلا وسهلا بحضرتك انا بحييك وبشكرك على تلبية الدعوة ومعنش هستسمح السادة المشاهدين في ان هم يصبروا علينا شوية في دليل او في تأخير في الصوت حوالي اربع او خمس ثواني فارجو ان حضرتهم بس يستحملونا اولا عايز اسمع رأي حضرتك او تعطيب حضرتك كوزير في الحكومة على ردود الافعال اللي اسمعتها لحد دلوقتي من وسائل الاعلام وممثلي النواب حتى على البيان اللي قدمتون بارح على لسان المهندس شريف اسماعيل طبعا يعني احنا بنحترم كل طبعا الاراء الذكرت حتى الان وانا بس حابب اوضح ان احنا بالامس اللي هي تم توزيع وثيقتين اساسيتين على السادة النواب الوثيقة الاولى هي وثيقة استراتيجية التنمية المستدامة مصر عشرين تلاتين اللي احنا بنتصور نهاية الاطار اللي بيضع الاطار العام طويل الاجل لعملية التنمية المستدامة لكل خطط وبرامج العمل للحكومات خلال الخمستاشر سنة القادمة بالاضافة لهذه الوثيقة تم ايضا توزيع برنامج عمل الحكومة حكومة المهندس شريف اسماعيل حتى يونيو 2018 وده اللي احنا بنقول عليه البرنامج متوسط الاجل يبقى احنا اشتغلنا على حاجة طويلة الاجل حاجة متوسط الاجل حتى يونيو 2018 الحقيقة البرنامج اللي وزع بأكد لحضراتك السستامر ان اول مرة في تاريخ مصر يتم تقديم برنامج متكامل تفصيلي اكتر من 200 صفحة فيها تفاصيل كثيرة جدا تم توزيعها بالفعل على السادة النواب ده طبعا بالاضافة الى البيان المختصر اللي تم القاءه من الساد رئيس مجلس الوزراء وايضا تم توزيعه على السادة النواب احنا الحقيقة البرنامج زي ما حضرك عارف تم احلته الى لجنة خاصة لمنقشته في مجلس النواب نتمنى ان هو باذن الله يحظى بالدراسة الواجبة والتفصيلية ليس فقط في اطار مجلس النواب ولكن ايضا في الاعلام وعلشان كده الشرح التفصيلي لهذا البرنامج مهم جدا طبعا بخلاف ده احنا كمان عندنا تفاصيل اكثر بكثير موجودة كل السادة الوزراء المعنيين كلهم فيما يخصه جاهز بعرض اكثر تفصيلا لهذا البرنامج البرنامج زي ما حضرك عارف احنا بدأنا شرحه لساد رئيس الوزراء بالقسم الاول منه هو التحديات والوضع الراهن ثم السبع محاور الاساسية اللي احنا هنتكلم عليهم بالتفصيل لو حضرك تحب طيب هي واحدة من السبع مبادئ او السبع محاور اللي الحقيقة انا توقفت عندها واعتقد كتير من المشاهدين كمان ممكن يتوقفوا عندها ذكر رئيس الوزراء انه من فلسفة المرحلة القادمة وفقا للتحديات الراهنة ان في بعض القرارات وده اللفظ اللي استخدمه رئيس الوزراء بعد القرارات الصعبة التي طالما اجلت وحان وقت اتخاذها اولا يعني ايه بالقرارات الصعبة رقم اتنين ليه ما افصحتوش عنها كحكومة علشان يبقى فيه نوع منها التمهيد ونشوف اذا كان المواطن على استعداد ان يتقبلها ولا لا لا يعني انا بأكد تاني ان التفاصيل طبعا موجودة في البرنامج اللي حاول يوضحه السيد رئيس مجلس الوزراء اعتقد في البيان وموجود كتحدي رئيسي هو ان احنا عندنا ما يقرب من 80% من المصروفات او من الانطاق العام في الموازنة العامة للدولة بيروحوا لثلاث بنود رئيسية بند الاجور وبند الدعم وبند الفوائد والاقصات الدين العام سواء الداخلي او الخارجي في حين لا يتبقى سوى 20% او اقل فقط للاستثمارات وتطوير البنية الاساسية وصيانة البنية الاساسية اللي موجود اللي حصل خلال السنوات الطويلة تراكم ده سستامر على مدى السنوات الطويلة خلانا ان احنا عندنا خدمات بتتدهور بنية اساسية بتتدهور ما بنقدرش نخصص لها موارد مالية كافية علشان نقدر نصنها ونبدأ نطورها بشكل كبير جدا هدي مثال على كده مثال الكهرباء يعني كلنا كنا بنعاني فترات طويلة جدا سنوات ماضية فيه انقطاعات كهرباء وعدم وتوافر طاقة للمصانع وللاستثمارات الجديدة اللي احنا بنستهدفها وفيه تهالب كبير جدا للمحطات وللشبكات اللي موجودة النهاردة بالخطة العجلة اللي تمت وبالخطة الاصلاحية اللي بتتم في مجال الكهرباء تحديدا الخطة اللي احنا علناها من حوالي سنتين وماشيين عليها وبنتكمل فيها خلال التلات سنوات القادمة ان احنا بيبدأ يكون فيه تسعير حقيقي للخدمة ولتكلفة الخدمة اللي بتؤدى في الكهرباء مع مراعاة البعد الاجتماعي ومع استبعاد اي زيادات على الشريحتين الاولى والتانية في الاستهلاك الكهرباء ده قدر يوفر لنا موارد مالية وقدر يدي رسالة ايجابية لكل المستثمرين ان احنا جدين في عملية الاصلاح وبالتالي تدفقت استثمارات كبيرة جدا في هذا المجال اعتقد نتائجها واضحة جدا بالنسبة لنا دلوقتي يا استستامر في قطاع الكهرباء طيب هي القصة انك انت بتصعر صح تكلفة الخدمة ثم تراعي البعد الاجتماعي هي القصة بس هنا متعلقة بالسؤال المطروح دائما واللي ثار منذ الامس وهي فكرة هل الحكومة هتلعب تاني في الدعم هل الحكومة بتحاول التفكير في اعادة توزيع الدعم والحقيقة عشان ما خوفش حضرتك من السؤال بمنطق انه لازم تجاوبني تقول لي لا مفيش تغير في الدعم وكذا على فكرة الفقير قبل الغني والفقير قبل وسائل الاعلام والمتحدثين باسمهم يهمهم ان الدعم يذهب الى مستحقية يعني احنا مش عايزين فكرة عدم اللعبة في الدعم ويظل الاغنياء والمستثمرين والشريحة الكبيرة هي المستفيدة الاكبر من الدعم لكن احنا عاوزين توزيع عادل للدعم انا مية في المية بتفق مع حضرتك وبالعكس احنا واضحين جدا في هذا البرنامج وبنقول ان الحكومة جادة جدا في هذا الاتجاه وهدل حضرتك ان زي هذه المنظومة منظومة الدعم زي ما حضرتك بتقول فيه اصحاب مصالح كثيرة كثيرين جدا القادرين والمستفيدين من غير المستحقين هما اللي دايما بيدغطوا ان اه دا الحكومة بتتكلم في الدعم يعني هترفع الاسعار يعني هتضع يعني هتبقى هتؤثر سلبا على مستوى معيشة الفقراء العكس تماما وبأكد لحضرتك وانا على الهوى ومسؤول عن كل كلمة بقولها العكس تماما هو الصحيح المفترض ان احنا بالعكس يبقى فيه استهداف حقيقي للفئات غير القادرة والاكثر فقرا هما دول اللي الحكومة لازم تدعمهم وبالعكس مع اعادة هيكلة هذا الدعم وهذه المنظومة بشكل سليم بالعكس الفقراء وغير القادرين هما اللي هيكونوا الاكثر استفادة هدي لحضرتك مثال احنا طول عمرنا مخصات الدعم لو حضرتك تشوف النهاردة مخصات الدعم في الموازنة العامة لدولة اللي احنا بنسميه الباب الرابع في الموازنة ده بيستحوز على مية على اكثر من 25% ربع الموازنة بيروح لهذا الباب من 25% الى 30% وفي زيادات مضطردة كل سنة لو حضرتك تشوف 30 سنة الاخيرة مثلا مخصات الدعم ازاي والعشر سنوات الاخيرة مخصات الدعم ازاي بتزيد في الموازنة وفي نفس الوقت معدلات الفقر بيزيد واعداد الفقراء بيزيد وبتالي المنظومة مؤكد هي غير كفئة ولا تستهدف بالفعل الفقراء وغير القادرين وفي تسرب كبير جدا لغير القادرين فاحنا تاني بنأكد على زي ما عملنا في الكهرباء لازم نشتغل في كل الخدمات في كل الخدمات المختلفة عشان نقدر نوجد يعني موارد كافية تقدر تصون هذه البنية الاسية وهذه المرافق وتقدم خدمة افضل بيرضع عنها المواطن بتكلم على كل المجالات في مجال مياه الشرب في مجال الصرف الصحي في مجال الكهرباء في الغاز في الطرق في المترو الانفاق في السك الحديد لازم كلنا نبقى بنتكلم بنفس اللغة ومرة تانية مع مراعاة تامة وهو ده اللي احنا بنأكد عليه وده الحقيقة مش بنقوله ما بنعملهوش ده مثال واضح جدا اللي حدك تشوف في الكهرباء بنفس المنطق ده تقدر على طول تستبعد اي اثار سلبية او اي زيادات على الفئات الفقيرة والاكثر والاكثر فقرا وتقدر بالعكس تزود لها المخصصات وتزود لها الدعم وده اللي احنا بنعمله ده محور اساسي من محاور برنامج عمل الحكومة بعد العدالة الاجتماعية وتحسين الخدمات المؤدى للمواطنين ان احنا بالعكس بنتوسع بشكل كبير جدا في الدعم النقدي سواء المشروط من خلال زي برامج زي تكافل وكرامة وغيرها او غير المشروط زي معاشات الضمان الاجتماعي وازاي بنتوسع في اعداد الاسر المستفيدة نحن نطلع باعداد الاسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة الاكتر من 3 مليون اسرة كل ده يعني علشان تاني يعمل التوازن واحنا بنتأكد على فكرة النمو الاحتوائي كلمة النمو الاحتوائي اللي احنا قررناها في اكتر من المناسبة في البرنامج الحكومة هو النمو اللي بيعمل نمو اقتصادي مع عدالة اجتماعية في نفس الوقت وهو ده اللي احنا لازم كلنا او نتمنى ان شاء الله ان يحظى هذا البرنامج بموافقة مجلس النواب اعتقد ان احنا هنبقى في الوقت ده شركاء كلنا ان احنا نسير بخطة متسرعة في خطط الاصلاح بتاعتنا بشكل كامل بدون من غير ما نخاف احنا لازم يبقى هو ده الطريق اللي احنا ماشيين فيه ونكمل فيه وعننا تبقى على محدود الداخل اكثر طيب بس ابلاش نبقى مع الوزير النمو الاحتوائي دي احنا بنتعب او من الكلمات المجال يعني خليها ايه الاصلاح الاقتصادي مع مراعاة العدالة الاجتماعية كده لطيفة او لان احنا سمعنا في سنوات كثيرة الحاجات الارتوازية والهيكلية وكذا وفي النهاية طلعت على الفشوش لك في كل الاحوان انا برضو اسيستامر بالنسبة الموضوع لا يعني خليني بس اقول لحضرتك حاجة اسيستامر تعليقا على دي يعني انا طبعا يعني انا مقدر جدا طبعا ان هي فيه طبعا بعض المصطلحات اللي بتبقى متخصصة شوية لكن انا عايز ااكد لحضرتك ان احنا برنامج عمل الحكومة احنا بنخاطف فيه الداخل والخارج يعني لازم اللغة تبقى الحقيقة فيها اتصاب كامل جدا وحضرتك بتشوفها مثل هذه المصطلحات هي المصطلحات الاكثر تداولا فيه الادبيات وفيه المنظمات الدولية فده اللغة ناس كتيرة جدا بتفاهمها انا طبعا مقدر ان ممكن تكون لازم تبقى لها شرح لما نتكلم على المواطن البسيط هي ببساطة هي النمو الذي يحقق العدالة الاجتماعية دون ان ينتظر الفقراء ان تتساقط ثماره بعد مدى زمني طويل احسنت حرك قلت فيه بند المصروفات عندنا تلات مشاكل المشكلة اللي كان لدينا فيها الاول وهي الدعم المشكلة التانية المتعلقة بالاجور والمرتبات وهنا تجعلنا بطريقة الحوار الاحتوائي بقى نقتحم مباشرة موضوع قانون الخدمة المدنية اللي كان وما زال عام الجدل كبير اولا ما هو مستقبل هذا القانون هل ما زلتم كحكومة مصرين عليه هل حدث عليه تعديل ولا حدث تغيير كامل هل النجلس النواب على استعداد ان هو يتفهم فلسفة ومحتوى هذا القانون ولماذا بصفة عامة انا مثلا اسئلتي كل مرة واحدة عشر حالي تجاوه مرة واحدة لماذا يقال ان وزير التخطيط هو عدو الموظفين يعني انا بأكد لحظتك ان العكس تماما هو الصحيح ان هذا القانون وبرنامج او خطة الاصلاح الاداري بشكل عام وانا بأشوف ان انا متولي هذه المسئولية منذ يونيو 2014 الحقيقة احنا جدين جدا في عملية الاصلاح الاداري كلنا متفقين ان بدون اصلاح اداري حقيقي وشامل مش هنقدر ابدا ان نحقق اي من اهداف الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي او اهداف التنمية المستدامة بشكل عام بأكد ان هذا القانون او مثل هذه الخطة الاصلاحية هي بتصب تماما في مصلحة الموظف ومصلحة المواطن وممكن ادلل على ده بكلام كتير جدا لكن علشان ما اخدش مساحة من الوقت كبيرة في هذا الموضوع القانون زي ما حضرتك عارف قانون الخدمة المدنية كان صدر بقرار من سيد الرئيس الجمهورية في مارس 2015 تم رفضه في مجلس النواب مجلس النواب ارسل اسباب رفض هذا القانون اللجنة القوى العاملة اللي تم تشكيلها وعلى لسان رئيس اللجنة اللجنة كرر في اكتر من مناسبة وعلى اكتر من فضائية ان القانون ممتاز وان احنا موافقين على اكتر من 95% منه لكن فيه 7-8 مواد هي اللي محل خلاف بالفعل 7-8 مواد اللي موجودين فيه تقرير اللجنة والذكره كأسباب لرفض هذا القانون احنا درسناهم الحقيقة استجبنا تقريبا لكل الملاحظات المحترمة اللي جات لنا من مجلس النواب عدينا مشروع قانون جديد لان القانون السابق خلاص رفض وبالتالي ملوش وجود وبالتالي عندنا قانون جديد بيحافظ على نفس فلسفة الاصلاح الاداري واخدنا في الاعتبار فيه كل باكد لحضرتك تقريبا كل الملاحظات اللي خلت البرلمان ما يوافقش على القانون السابق وبالفعل تم اعادة ارسال القانون الجديد الى مجلس النواب واحاله السيد رئيس مجلس النواب بالفعل الى لجنة مشتركة من الخطة والموازنة ومن القوى العاملة حالة تشكيلهما لدراسة هذا القانون فاحنا منتظرين ان شاء الله بعد اقرار اللايحة في البرلمان ان يكون فيه تشكيل اللجان بمجرد تشكيل اللجان على طول اللاجنة المشتركة بتبدأ تدرس القانون الجديد واحنا ان شاء الله متفائلين جدا ان القانون الجديد يحظى بثقة وبموافقة البرلمان لانه خطوة مهمة جدا جدا في سبيل تحقيق او توفير اطار تشريع ملائم لعملية الاصلاح الاداري اللي احنا اكدنا في البرنامج وفي استراتيجية مصر 2030 وكلنا متفقين ان احنا لازم نتحرك فيها بسرعة كبيرة جدا في هذا الملف وغرة تانية بأكد لحضرتك وكل المستمعين وكل الموظفين اللي بيسمعوني ان هذا القانون بالعكس تماما بيصب تماما في مصلحة الموظف سواء اثناء الخدمة او ما بعد انتهاء الخدمة بتاعته والحالة الى المعاش وكلنا بنشوف المعاناة اللي بعانيها اصحاب المعاشات فكلنا بنشتغل في مصلحة واحدة الموظف والمواطن والوطن بشكل عام بإذن ممتاز اذا نحن امام قانون جديد مش تعديلات في قانون قديم سؤال الاخير المعالي الوزير متعلق ايضا بالهاجس اللي ثار عند كثير من المواطنين بفكرة توجه الحكومة نحو الخصخصة وعلك طبعا اعلم مني ان كلمة الخصخصة كلمة سيئة السمعة لانها سيئة الماضي مع المواطن المصري لان الحكومة المصرية جربت الخصخصة في سنوات سابقة ولم تأتي اكلها للأسف اتت على الاخضر واليابس في الاقتصاد المصري موضوع الخصخصة هل انتم يعني جدون فيه هل خصخصة 2016 غير خصخصة التسعينات وموضوع شركة الريف المصري اللي اعلنتوا عنه هل ده جزء من اطار الخصخصة حالك تدينينا بسرعة كده عنوين عن هذا الموضوع لا يعني انا عايز اعكد واحنا رؤية الرؤية والبرنامج الاقتصاد للحكومة عايدين فيها بشكل واضح جدا ان القطاع الخاص هو لاعب رئيسي في الحياة الاقتصادية وبنعول عليه كثيرا اذا كنا نتكلم على معدلات استثمار مرتفعة وعلى معدلات نمو ومعدلات تشغيل يعني وتخفيض حقيقي لمعدلات البطالة وخلق فرص عمل حقيقية ومنتجة للشباب محتاجين القطاع خاص قوي محتاجين كمان ورا هذا القطاع دولة قوية وحكومة قوية بتقوم بدور منظم وبدور مراقب واحيانا مشارك واحيانا محفز للنشاط الاقتصادي بشكل عام احنا لا ننظر لعملية ان يكون فيه نوع من انواع المشاركة مع القطاع الخاص السيد محافظ البنك المركزي على سبيل المثال ذكر ان فيه اتجاه ان احنا حصة معينة عشرين في المية او حاجة من البنك او اكتر من البنوك العامة يكون مطروح وينزل في البورصة فينشط البورصة ويبدأ مشاركة كبيرة جدا من المواطنين في شراء اسهم في هذا البنك اعتقد مثل هذا التوجه اعتقد كنية لازم نكون متفقين عليه فكرة التأكيد على فكرة اهمية فصل الملكية عن الادارة احيانا زي ما حضرت شركة زي شركة الريف المصري الجديد هي شركة مملوكة كل المساهمين فيها حتى الان هو مال عام هيئة المجتمعات العمرانية الهيئة التعمير والتنمية الزراعية الخزانة العامة للدولة لكن لو حابك تشوف مجلس الادارة والادارة اللي موجودة النهاردة في هذه الشركة حابك تعلم تماما ان هما فعلا بيتدار هذه الشركة بفكر قطاع خاص تماما وبالتالي وتم تأسيس الشركة وفقا لقانون الاستثمار وتعديلاته قانون تمانية وتعديلاته وبالتالي بنفتح الباب ان يكون مرة تانية ان فيه نوع من انواع المشاركة الحقيقية في مال عام وفيه قطاع خاص موجود لكن في كل الاحوال الادارة تكون ادارة خاصة لان احنا الحقيقة لازم نكون معترفين الحكومة والدولة لا تستطيع ولا تنجح في ادارة الشركات بشكل كبير جدا وبالتالي لازم الادارة تكون ادارة خاصة وتكون متخصصة بشكل كبير جدا وده الفكر وده اللي احنا اكدنا عليه في البرنامج مش بس في الريف المصري الجديد بنشتغل ده في العاصمة الادارية في الشركة اللي تكون في العاصمة الادارية الجديدة عملنا ده بشكل مختلف مع منطقة قناة السويس والهيئة الجديدة اللي تم انشاءها وبالتالي وفرنا الاطار القانون المناسب الاطار المؤسسي المناسب حطينا ادارة محترفة بقيادة الدكتور احمد درويش كده بنحط الموديل وبنحط النموذج اللي هو قابل للاستدامة مش بعد سنة او سنتين نبدأ نشوف ان فيه اخفاقات وما حققناش الاهداف مهم جدا جدا انك تحط كل المشروعات في الاطار السديم بتاعها فمرة تانية بأكد لحضرتك ان الكطاع الخاص لعب رئيسي لو هو كمالك تماما او ان احنا يكون فيه مشاركة حققية مع الكطاع العام ومع الحكومة او يكون هو مسؤول عن الادارة ودي نمازج مختلفة ولازم كلنا نبقى مقتنعين بيها وزي ما قلت لحضرتك دلوقتي احنا الحمد لله يعني عندنا مجلس نواب وعندنا يعني مجتمع اختلف تماما قبل 25 يناير وما بعد 25 يناير وبعد 30 يونيو فمش هيبقى ابدا مسموح باي ممارسات من الممارسات اللي حضرتك بتشير اليها كانت سائدة في مرحلة سابقة ل25 يناير ممتاز وانا بشكه عليك اولا عن الحوار ثانيا عن النقطة المهمة المتعلقة باعتراف الحكومة بان القطاع الخاص المحترف الخبير هو الذي يجب ان يدير لان الحكومة بتجارب سابقة لما كانت بتدير كان بيحصل مشاكل كثيرة دكتور اشتف العربي وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري بشكرك شكرا جزيلا كنت معي على الهواء مباشرة في حوار خاص للحياء اليوم